ايه؟ الصورة العامة اللي بتخلقها المباردية الصورة دي صورة للرياضة المصرية اللي بيحصل جوه الماتش بعيد عن أي تعصب بقى بعيد عن أي تعصب نتمنى أنها تخرج في أفضل صورة بعيد عن التعصب للناس اللي بتخرج عن النص واللي بنتمنى أصلاً أنهم يخرجوا من الرياضة بشكل عام لأنهم فعلاً ما لهمش مكان في الرياضة المصرية رياضة المصرية اللي علمت المنطقة كلها يعني ايه كرة قدم؟ يعني ايه رياضة؟ ونجوم مصر كانوا منتشرين في الدوريات العربية سواء لاعبين أو مدربين أتمنى من لاعبي نادي الزمالك ألا ينساقوا وراء التعصب والتحردات اللي بتطلع من بعض مسؤولين ناديهم للأسف زي ما خرج علينا أحد المسؤولين في قطاع الناشئين بالمنافس قال تصريحات تحريدية للاعيب الزمالك وقال هاتوا لعبت النادي الأهلي على الأرض بالزوء بالعافية هتكسبوا مفيش أي نتيجة تانية الحقيقة كلام غير عقلاني أبداً 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 وما يصحش يصدر من المسؤول أبداً أولاً كلام في غير محله حتى الأسلوب والطريقة مش ممكن ده يكون مسؤول مش ممكن يكون ده مسؤول لكن أنا حسأل اللعيب ده ده كان لعيب سابق في النادي المنافس هو اللي تكلم وقال على التحريدات دي وقال لك زوء عافية هنكسب طب ما حضرك لعيبت عشرات المباريات مع المنافس ضد النادي الأهل وكنت بتخسر بالاتنين وبالتلاتة وبالاربعة وكنت بتضرب وتأذي ما كسبتش ليه وقتها الكرة مش عافية الكرة مش عافية وده لا هي صحة أبداً أن يكون مسؤول ومسؤول عن إيه؟ عن قطاع ناشيين الموضوع روح رياضية أخلاق كل فريق بيعمل لي عليه في الملعب والتوفيق من عند ربنا الفايز هنقول له مبروك إن شاء الله يكون النادي الأهل والخاسر هنقول له هارد لك الفوز مش بالعافية دي مباراة نتكلم على روح رياضية نتكلم على صورة مصر نتكلم على حدث عظيم بيبين عظمة مصر في الرياضة طبعاً طبعاً مباراة مهمة كل تعليقاتنا وكلامنا عن المباراة لكن في حاجات حصلت قبل المباراة عشان تخرج لعيبة النادي الأهلي عن تركزهم عن تركزهم زي المسؤولي اللي أنا بقولك بيحرد بضربه وزاق لعيبة النادي الأهلي ولكن لا أعتقد إن لعيبة نادي الزمالك يعني هيسمعوا كلامه أو ينفذوا جزء حتى من كلامه لأنهم لعيبة كرة وعارفين إن دي مش الرياضة عارفين إن ده مش موجود في القموس اللي بيقوله الأخ ده اللي عادي يتكلم وبيحرد طبعاً موضوع تاني عايز أتكلم فيه وبالمرة نتكلم فيه قبل المباراة لأن احنا طالبنا بيه كتير هنا وهو كشف المنشطات على الفرقتين ويمكن كان الحلقة اللي فاتت كابتن وسامة حسني قالها في الستوديو اللي فات وكمان الكابتن إسلام الشاطر تكلم فيها ببرنامج البيت الكبير مطلب شرعي علي أو عليك انت خفت ليه ورايح تهاجم وترمي الناس بالتهم يقولك إيه أصل ديانج وهاني بياخدوا من الشطات طيب ماشي بيني وبينك إيه كشف المنشطات ده النادي الأهلي دولي عارف يعني إيه نادي دولي ممثل مصر في إفريقيا وكمان ممثل إفريقيا في البطولات العالمية حاجات انت ما تعرفهاش كل ما عرفتك بها انك تتفرج على النادي الأهلي وهو بيلعب ويمثل مصر في أفريقيا فيها الفترة الجاية هنبعث لكم ان شاء الله تردوا دي القناة النقل الكاس العالم الأندية اللي بيلعب فيها النادي الأهلي لو كان ضاع منكم قبل واحد ثبراير عشان تتابعوا الأهلي في البطولة كالعادة في حاجات ما كنتش عايز أتكلم فيها قبل مباراة ولكن في حاجات لازم أتكلم فيها قبل مباراة البطولات دي بيحصل فيها بشكل دايم كشف ونشطات يعني الحمد لله موقفنا سليم مية في المية إنما فيه فريق تاني فيه اعتراف من المسؤول الأول في النادي بتناول لعبين لحاجات مخالفة وانا ما حبش اتكلم في موضوع ده لان زي ما قلنا بلكده زي ما قلنا بلكده لو انت بتفضح حتى لو بتفضح لعبتك النادي الأهلي بيسطر دي مبادئ القيام احنا تعلمناه في النادي الأهلي فيه فقر كبير جدا 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 بين النادي الأهلي محترامي الجميع عندها وأي نادي تاني طيب أنا هسأل حضراتك حاجة وبرضه ما كنتش حابة بتكلم فيها هو فيه لعيبة انت اتهمتها مش موجودة ده سؤال عفو يباديه يعني أنا بس مجرد سؤال هل لعيبة دي خايفة منكشف نشطات ايه الصورة ولا ايه التبرير العامة اللي بتخلاقها لكن احنا بنقول بناءا على ايه تصرحها الصورة دي مسؤول ندي صورة للرياضة المصرية فياريت اللي بيحصل بلاش ترمي ناس بعيد عن أي تعصب وانت بيتك من إزاي بعيد عن أي تعصب بس نتمنى انها لان تخرج في الأول وفي الآخر صورة أولادنا بعيد عن التعصب حتى لو كانوا فيه واللي بيتمنى أصلا انهم يخرجوا بالرياضة أنا بشكل عام كأهلاوي لانهم فعلا مش هشهر لانهمش مكان في الرياضة